السلام عليكم ورحمة الله ومفيدة للجميع سواء من منسوبات مكافحة العدوى أو حتى جميع زملاءنا ممارسين صحيين مختلف التخصصات في مختلف الأقسام حقيقة هذه المساحة هي امتداد سلسلة المساحات التي تبنتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى والتي تهدف من خلالها لنشر الوعي عن ضرامج مكافحة العدوى حقيقة بطريقة مبتكرة وبطريقة متجددة وفيها كسر للروتين لتلقي المعلومة وتبادل الخبرات في هذا المجال كما ما ننسى أنه نشكر جميع القائمين على هذه المساحة منذ انطلاقتها والفريق الذي يعمل خلف الكواليس على رأسهم مساعدة مدير العام الدكتور خالد العنزي ومساعدة مدير العام الدكتور عبد المجيد المطيري حقيقة لهم يعني خالص الشكر والتقدير على كل الجهود التي بدلوها خلال الفترة الماضية وما ننسى أيضا أن نقدم باقة شكر لجميع الحضور اللي معنا اليوم في حضوركم اليوم ودعمكم غير مستغرب على منسوبين مكافحة العدوى وممارسين الصحيين في المجال الصحي حقيقة حضوركم اليوم هو أكبر دافع لنا في الاستمرارية مثل هذه المساحات الهادفة والبناءة سمحوا لي جميعا أن أولا أعرب ضيوفنا لمعانا هذه الليلة معانا الزملاء الدكتور فيصل الشدي مدير إدارة الترصد عدو المنشآت الصحية ومدير مكافحة العدوى في أحد المحافظات سابقا وأيضا حاصل على درجة المجال السير في تخصص مكافحة العدوى حياك الله دكتور فيصل ومنورنا اليوم الله يحييك دكتور محمد وشكرا لك على المقدمة وبإذن الله أنه نتمنى أن نمتع اليوم بهذا المساحة وتكون خفيفة على الجميع الله يحييك دكتور أيضا نرحب النجم اللامع للأستاذ فايزة دلبحي أحد قادة مشاريع في إدارة الترصد للعدوى المرتبطة بمنشآت الصحية وأيضا حاصل على درجة الماجستير في الصحة العامة حياك الله أخوي فايز ونتشرف تواجدك معنا اليوم دكتور أهلا دكتور حياك الله سعيد بتواجدي معك ومع زبيل الدكتور فيصل الشدي ومع زملائي وتعملاتي المهتمين في مجال مكافة العدوى وإن شاء الله تكون ليلة جميلة خفيفة تتضرر إلى طموحاتكم جميعا إن شاء الله نرحب فيكم مرة أخرى جميعا اليوم إن شاء الله مساحتنا راح تكون محاول حديثنا اليوم في مجملها عن الكوشن وعن السي تو سي واللي كانت حقيقة ترند يعني خلال أيام الماضية في ساحة مكافحة العدوى وأنا عارف إن الكل متحمس إنه يتحرف عليها بشكل أكبر من خلال هذه المساحة ولكن لعلها فرصة أيضا إنه نبدأ مساحتنا اليوم بالتعريف بشكل عام عن برنامج الترصد لعدوى المنشآت الصحية عن مدى أهمية هذا البرنامج عن مدى أهمية تطبيقه داخل المنشآت الصحية فاليوم إن شاء الله راح نبدأ بالتعرف عليه بشكل أكبر ومن ثم إن شاء الله راح تكون المساحة مفتوحة للجميع جميع الحضور في هذه المساحة المشاركة بالطرح والإجابة عن جميع التساؤلات ما راح أطيل عليكم راح نبدأ إن شاء الله حوارنا اليوم مع أخوي الدكتور فيصل أول شي بالبداية الدكتور فيصل حابين تعطينا نبذة مبسطة أو نبذة مختصرة عن برنامج الترصد للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية إيش المقصود بالترصد وإيش أنواع العدوى اللي تترصدون لها طيب بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا بالبداية قبل أن نتكلم عن برنامج الترصد اللي بنتكلم عن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية أو برعاية الصحية إيش هي العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؟ هي العدوى اللي يكتسبها المريض أثناء فترة علاجة بالمستشفى طبعا أسبابها هي عدم الالتزام بتوصيات مكافة عدوى أو عدم الالتزام بالحزم الوقائية وفي أسباب كثيرة تكون ريسك فاكتور للمريض المنوم في العناية المركزة طبعا بناء عليها في برنامج اللي هو برنامج الترصد للعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية يهدف البرنامج إلى رصد جميع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية مثل الكلابسي والكاوتي والفئي إي والدياليسيز إيفنت والإس س آي والإم دي آر أو طبعا يتم متابعتها بشكل دوري على جميع العنات المركزة في مستشفىات الوزارة الصحة وحاليا والله الحمد يمكن بدأنا في مشروع للمستشفىات القطاع الخاص طبعا العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية عندنا شيئين مهمين اللي هي الريت المعدل للعدوى والمعدل التزام بالحزم الوقائية لكل ديفايس طبعا يتم متابعتها بشكل دوري العمل على تقارير دورية العمل على الخطوة التحسينية مع المستشفيات وبناء عليها يكون هناك خطط تحسينية وخطط استراتيجية لتحسين المعدلات طبعا هذا بالمختصر أهمية البرنامج طبعا زي ما احنا عارفين ممكن معدلات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية هي من مؤشرات التابعة للمكتب تحقق الرؤية والتي تتابع بشكل دوري ومرتبطة بالمستدفات الأساسية للتحول في القطاع الصحي يعطيك العافية دكتور على هذه المعلومات القيمة وودنا كمان أن نعرف بشكل أكبر عن مدى خطورة هذه الأنواع من العدوى على المرضى المنومين وما هي أبرز الطرق الوقاية منها أو تقليلها إلى أقل حد ممكن طيب بالنسبة خطورتها على المريض زي ما احنا عارفين عليها ثري امباكت أساسية الامباكت الأول اللي هي نسبة الوفيات تقريبا من 25% إلى 25% نسبة الوفيات في العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وهذه يعني من الأهم الأشياء الليها علاقة في سلامة المريض الامباكت الثاني هو الكوست على المنشأة الصحية لأنه بمعدل أي مريض يكتسب عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية إطالة المكوذ في العناية مركزة من 7 أيام إلى 21 يوم بناء على الدراسات العالمية العلمية فتأثر على الكوست على المنشأة الصحية تأثر على احتياج المرضى للعناية مركزة في حال أنه كان في مريض عندنا يحتاج إلى سريف العناية مركزة فنحن نقدر نوفر الوقت بعملية الالتزام بالحزمة الوقائية طبعاً كيف نقي منها؟ طبعاً هي بالمتابعة الدورية للمرضى الموجودين في العناية مركزة الالتزام بالحزمة الوقائية المعتمدة من بي بي إي هند هيجين كل ديفايس لاحزة موقائية مختلفة يعني الالتزام فيها جداً مهم الخفض المعدلات العدوى في العناية مركزة طبعاً من الأشياء الأساسية هو عمل الكمبتنسي لجميع الممارسين الصحيين في العناية مركزة يكون فيه إليجيبليتي دكتورز للإنسيرشين أو في سنتر لاين بحيث أنه يكون هو مؤهل لعمل القسطرة الدموية يعني نبعد عن المواقع الأكثر عدوى مثل الفيمرال سايت بالنسبة للقسطرة الدموية أشياء كثيرة يمكن فيه سلسلة من التول كيت تم عدادها من قبل دار العام وكافة العدوى في المشارة الصحية بخصوص السنتر لاين ويمكن حالياً مع طلاق استراتيجية الكوشن كلها هدفها لخفض معدلات العدوى في العناية مركزة يعطيك العافية واضح يا دكتور مدى خطورة هذه الأنواع من العدوى وإشتأثيرها على المنشأة الصحية وأيضاً على المرضى المنومين كان فيه يا دكتور عندكم حدث الكل سمع فيه أو فعالية واحتفالية اللي هي الجو جرين حابين تحدثنا عن هذا المشروع هل هو مشروع هل هو شعار تبنت الإدارة أو أيش بالضبط ما هي الجو جرين طيب في البداية ممكن زي ما قلنا احنا بالمتابعة الدورية للمعدلات يكون هناك خطط استراتيجية لتحسين معدلات العدوى على المستوى المملكة طبعاً خلال يمكن بعد كوفيد كان فيه ارتفاع ملحوظ في معدلات العدوى المرتفعة بالقصرة الدموية من هذا المنطلق بدأنا في عمل استراتيجية اللي هي CRRS كلابسي ريدكشن أو كلابسي ريدكشن استراتيجي كانت طلقناها في عام 2022 وكانت لمدة أربع سنوات إلى عام 2024 بإذن الله طبعاً أحدى مبادرات الاستراتيجية كانت هي منافسة الجو جرين المنافسة كانت تهدف إلى رفع روح المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص والمستشفيات شارك فيها يمكن 26 مستشفى 20 مستشفى من القطاع الحكومي وست مستشفى من القطاع الخاص تابعناهم خلال سنة كاملة كان فيه فاليديشن للريت بشكل أدق ولله الحمد يمكن احتفلنا فيهم يمكن أسبوع الماضي وكانوا حققوا معدل انخفاض تقريباً 43% وبشكل الاستراتيجية ولله الحمد يمكن قدرنا نخفض العدو المتحدث بالقصرة دموية بنسبة 28% وبإذن الله مستمرين خلال سنة 20, 23 و 24 بنفس الهمة بتعاون الجميع من المناطق الرؤساء مقافة عدوها في المستشفيات وأبطالنا أمكن ممارسين الصحيين في العناية المركزة وهم الأساس في نجاح الاستراتيجية وبإذن الله أنه يمكن الجميع كان متحمس في المنافسة يمكن اليوم نقدر نقول أنه خلال السنة هذه يمكن ما رح تكون في منافسة خاصة للكلابسي بس بإذن الله من ضمن الأشياء اللي يمكن نعلن يعني شيء حصري نعلن في المساحة أنه رح يكون معنا تقريباً عشر فائزين في نهاية السنة 20-23 للمستشفيات الأقل أو الأكثر الخفاض المعدل العدل المرتبطة بالقصرة الدموية من سنة 20-22 إلى سنة 20-23 وبإذن الله أنها تكون للجميع مفتوحة ما فيها مستشفى مشارك أو غير مشارك جميع المستشفيات الموجودة من ضمن الاستراتيجية رح يتم تقييمهم في نهاية السنة ومتابعة معدلاتهم ومعرفة نسبة الخفض المعدل من سنة 20-22 إلى 20-23 بإذن الله يعطيك العافية دكتور وود أنا كمان نعرف يعني كيف ممكن أن نقيم التجربة التي عشتوها في الـ Go Green كيف ممكن نقيم نجاحكم فيه طبعا الهدف الأساسي من الاستراتيجيات هي تحفيز الجميع رفع الوعي لدى الممارسين الصحيين يمكن سابقا يعني حسناها في خلال الزيارات الميدانية في المستشفيات تغفل عليهم بعض المعلومات ما كان فيه مثلا أقسام العناية مركزة ما كانوا فهمين مدى أهمية أو خطورة معدلات العدوى المرتبطة بالمشآت أو بالرعاية الصحية فهذا الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو رفع الوعي لدى الممارسين الصحيين في العناية مركزة رفع الوعي لدى الليدرشيب في المستشفيات فهمهم الكامل لهمية معدلات العدوى وطريقة خفضها فأنا نتوقع أنه يعني بناء على الزيارات اللي زرناها خلال السنة الماضية والفيد باك اللي قاعد نسمعه يعني ولله الحمد الجميع على دراية كاملة الآن بهمية خفض المعدلات ولله الحمد ممكن خفضنا من نسبة ما كنا متوقعينها أنه نقدر نوصل لها خلال سنة واحدة اللي 28% ممكن كان الهدف أنه نقدر يعني يكون نسبة الخفض 20% ولله الحمد خفضنا 28% ومتوقعين بإذن الله أنه نقدر نصل إلى معدلات أقل بكثير بتعاون الجميع ورفع الوعي لدى الجميع وأهمة الجميع واهتمامهم يعني في خفض المعدلات فهذه من أهم الأشياء اللي يعني أنا شوف أهم شيء أو الأوتكم الأساسي أنه الجميع يكون عنده وعي كامل عن معدل العدوى الجميع عنده وعي كامل لما يكون عندي إفنت إيش الإمباكت حق الإفنت الأسف سابقاً يمكنني في بعض المستجفلات يكون عنده فايف إفنت يعني في شهر واحد لما تزوره ما يكون عنده حتى أكشن بلان لحلها أو معامل داتا أناليسيز أو قاب أناليسيز معرفة الأسباب اللي أدت إلى رفع المعدل فأنا أشوف أنه جميع خلال الفترة الماضية كان يعمل بكل جدية من خلال خفض المعدل وهذا اللي نبي نوصل له احنا في النهاية الاستراتيجية الكلابسي أنه الجميع لازم يكون على مسؤولية كاملة بأنه هذه مسؤولية الجميع فما هي مسؤولية مكافأة عدوة فقط ولا هي مسؤولية ممارسين الصحيين في العناية المركزة ولا مدير المستشفى هي مسؤولية الجميع الدراسة ومعرفة الأسباب مهم جدا كيس باي كيس ما نخليها تتراكم بعدين يكون عندنا أوت بريك وبعدها نبدأ نشوف وين المشاكل فأحنا دائما نقول استيرفيلنس هو الأساس بحيث أنه ما يكون عندي أوت بريك خلال يعني بعد بعد ما نتركها تتراكم يكون عندي أوت بريك يعني لو عالجناها من البداية كيس باي كيس عرفنا وين الأسباب وين المشاكل فبإذن الله أن نقدر يعني نقف أن نوقف العدوة المرتبطة برعاية الصحية ونصل إلى معدلات من خفضة ونكون يعني رائدين في المعدلات والناس تضرب بنا المثل على مستوى العالم بإذن الله الله يعطيكم العافية دكتور ويقويكم إن شاء الله وفاركم التوفيق والنجاح في مثل هذه المشاريع الوطنية الحقيقة الطموحة طيب في أكثر من أكثر الأسئلة التي كانت يعني تتكرر أنه هل أي منشأة تقدر تشارك في المنافسات التي مثل Go Green أو فيها مثلا متطلبات معينة أو شروط معينة للمشاركة في هذه المنافسات طبعا زي أي منافسة على مستوى العالم فيها شروط فيها Requirement لازم تكون متوفرة في المنشآت الصحية إحنا ودنا بالجميع بس زي ما أنتعارف ما في منافسة نقدر نضيف جميع المنشآت الصحية ولا في أي منافسة تقدر يعني يكون فيها مئة شخص أو مئتين أو ثلاثمئة فإحنا نحاول قد ما نستطيع أنه يكون في كريتيريا واضحة للجميع يكونوا هم مشاركين والجميع هم مشارك معنا في الاستراتيجية يعني في النهاية المنافسة هي جزء من الاستراتيجية والجميع مشارك معنا في الاستراتيجية ومنقدرين عملهم اللي يقومون فيه في الاستراتيجية فلس المنافسة تكون في كريتيرا معينة من number of bits في المعدل خلال السنة الماضية الـ 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 للأسف أنه تغفل عن الجميع اللي هي معدل استخدام الجهاز أو الجهاز في العناية مركزة يعني هل استخدام الجهاز 50% يتم استخدامه في العناية مركزة هل هل فيه ميس ميس يوزنج للدفايس في الاي سيو هذه كلها من ضمن الكريتيرا اللي تحديدها والفرز المستشفات اللي تبغى تشارك معنا في أي منافسة وبإذن الله أنه منافساتنا لن تنتهي بإذن الله وجدا أنا سعيد بروح التنافس بين الجميع وأنه الجميع عنده رغبة بدخول المنافسة وبإذن الله أنه يعني في النهاية المنافسة يعني هدفنا هو خفض المعدل وهو هدف إنساني وبإذن الله أنه نؤجر عليه جميعا جميع العاملين في العناية المركزة وفي المستشفيات ومن الليدرشيب وبإذن الله أنه يعني زي ما قلنا المنافسة خلال السنة الحالية في الكلابش رح تكون للجميع كل المستشفيات الموجودة في الاستراتيجية رح تكون موجودة هي ليست منافسة كثير ما هي يعني تكريم وشكر وعرفان للمستشفيات اللي رح تقدر تخفض المعدل أعلى معدل خلال سنة 2022 إلى 2023 بإذن الله بالله الحمد يعني النجاح الكبير اللي حق يكتب مشروع جو جرين وكان فيه يعني بعد انتهاء المشروع كان فيه تساؤلات كثير يعني وكان فيه حماس من من أغلب المنشآت الصحية أنه هل ممكن أن يتكرر هذا الحدث هل ممكن تتكرر هذه المنافسة في السنوات القادمة أو سؤال بوجه آخر يعني إيش هي المشاريع المستقبلية اللي ممكن تنفذونا من خلال البرنامج بإذن الله أنه يكون يعني هدفنا وكإدارة العامة وكافحة عزم المنشآت الصحية بدون وزارة أن يكون عندنا مشاريع استراتيجية تهدف إلى بالتعاون مع التحول للصحي أن يكون عندنا استراتيجية لكل مديول نتكلم على الآن بدأنا بالكلابسي ويمكن السيد فايزي اليوم نتكلم على الكوشن وبإذن الله رح يكون عندنا استراتيجية للVAE يكون عندنا استراتيجية للSSI وتكون عندنا استراتيجية للديلسيس إفنت والإمديرو هذه كلها بإذن الله نتطلع أن يكون عندنا استراتيجيات متكاملة هدفها واضح نرفع الوعي لدى الجميع وأهمية كل مديول أحنا ما ودنا من الأشياء التي لاحظناها خلال السنة الماضية اهتمام الجميع في الكلابسي وتركنا الباقي المديول حتى في اهتمام في الريبورتيك فمهم جدا أنه يعني الاستراتيجية ما تعني أنه بس نركز في شيء واحد ونترك الباقي هي مكملة لبعض يمكن كان هدفنا في استراتيجية الكلابسي أنها من خلال أنه الرفع الوعي للناس بالعدوة المرتبطة بالرعاية الصحية أنها تنخفض معدلات الكاوتي تنخفض معدلات الفيئي لأنها أغلب الحزب النقائية مرتبطة مع بعض فجد المهم أنه ما نهمل الباقي يعني يمكن الآن عندنا كلابسي استراتيجي وعندنا كوشن استراتيجي مهم جدا أنه حتى الفيئي ما نهمل خلال السنة الحالية حتى لو ما كان عندنا استراتيجية يعني الاستراتيجية هي تكون على شكل وطني بس يعني مهم جدا أنه جميع مستشفيات المشاركة والموجودة معنا اليوم والحاضرين يكون عندهم استراتيجيات داخلية على المستوى على المستوى المستشفى يعني ما ينتظرون أنه لازم يكون في استراتيجية وطنية عشان أنا أسوي مشروع الخفض معدل عدوى مثل VE إذا كان أنت عندك ارتفاع في معدلات VE خلال السنة الماضية لازم يكون عندك مشروع داخلي على مستوى المستشفى إذا كان عندك ارتفاع على مستوى المنطقة لازم يكون لازم يكون عندك مشروع الخفض معدلات VE ونفس الكلام على SSI والMDRO فهي مشاريع تهدف إلى ربع الوعي والتحفيز للجميع بس المطلوب من الجميع أنه يكون عنده مشاريع داخلية مرتبطة بالربورت الشهري والربع سنوي والسنوي أنه كل ما كان عندي ارتفاع في المعدل يكون عندي خطة أو خطة تصحيحية للوضع للراهن جميل جميلة دكتور فيصل الحقيقة العمل يتقوموا فيه مرة جميل وواضح أنه فيه استهداف جميع أنواع العدوة المرتبطة بلرعاية الصحية في جميع المنشآت في المملكة الحين يعطيك العافية دكتور فيصل على الشرح الوافي والمعلومات القيمة بننتقل الآن بالحوار لأخوي فايز بس إذا تسمح لي أخوي فايز أنا عندي مقطع ودي أني أشغلك نوع من التشويق للمساحة وهو أيضا نفس المقطع الذي يستخدم في التسويق للمساحة تفضل دكتور تفضل أهلي الفايز أهلي الحر كيف حالك؟ الحمد لله بخير هند بس ألك مرت عليك كلمة كوشن أيوة سمعت فيها طيب شفتيها وين شفتيها؟ أيوة بس صراحة أنت فاجأتني بالسؤال ما تحضرني الإجابة يلا تقولي أخوي فايز يعني تردد خلال الأيام الماضية كلمة كوشن في السوشال ميديا في القروبات المهتمة بالمجال الصحي في القروبات أيضا المهتمة بمجال مكافحة العدوى ودنا أن تحكي لنا قصة الكوشن صحيح دكتور صحيح إذا كده يبي لنا نروح للجمش حتى نرى بقصتها دكتور الله يعطيك العافية نروح وماله طيب خلني بس سمح لي نرجع شوي لعام 2022 طبعا كبرنامج سر فينس مهمة الأساسية هو جمع وتحليل البيانات ومثم عرضها على الليدر تمت مراجعة بيانات الكاوتي لعام 2022 ولوحظ أنه فيه ارتفاع فيها وتم عمل تخليل أسباب جذرية لذلك اتضح أنه فيه أسباب منها البرامج والنظام الإلكتروني والتدريب والتومين المستزمات والسياسات والإجراءات وغيرها كثير كفريق سورفيرنس في الإدارة عامة لمكافأة عدو المنشاة الصحية عبداليون الوزارة تم عمل مقترح للمشروع هدف المشروع هو خفض مادلات الكاوتي في الوقت ذاك حصلت لي فرصة في الويكند ورحت للدير على الجيمش طبعا وأنا بالطريق مرت عليه ألامة تحذرية مكتوب عليها كوشن منطقة جمال وكذا إلى آخر لما تعديت اللوحة ذي أنا قريتها كاوتي بعدما أقراها كوشن بعدما قلت كيف كذا وش جاب الكاوتي هنا في اللوحة وفي المكان ذا بعدها دركت أني ما زلت مرحلة بريمستورمق للكاوتي داومنا وعرضنا المشروع على قادة الإدارة حضرها أعضاء الإدارة شاركوا العرض اللي يقدم شاركتهم الموقف اللي مر علي ثنان سفر نوقشت كلمة كوشن وتم رجمع عليها وترجمت إلى شعار لإستراتيجية الكاوتي اللي هو كاوتي آوتو فنيشن لو نلاحظ يا دكتور كلمة كوشن تتكون من عدة أحرف سبعة أحرف أول خمسة أحرفه الكاوتي وهو النوع المستهدف للمشروع الوطني بعدين حرف الأو هو يمثل آوت أوف وبرضه هو يشير إلى رؤية الاستراتيجية وهو الوصول إلى الصفر ومن ثم الان اللي هو النطاق الجغرافي اللي راح تتم عليه وتنفذ استراتيجية على المستوى الوطني ككل ومن هنا تناسب كلمة كوشن مع مشروعنا الوطني لخوض مدرات القصرة البولية هذا بالنسبة للسؤالك يا دكتور الله يعطيك العافية أخوي فايز حقيقة أنا معجب جدا جدا يعني بالتوظيف يعني من علامة تحذيرية مبسطة إلى مشروع وطني كبير لخفض العدو المرتبطة بالقصرة البولية أمانة يعني فكرة تحسب لك أخوي فايز وفريق العمل حابين نعرف بعد معلومات عن هذا المشروع هو مشروع وطني لخفض العدو المرتبطة بالقصرة البولية كم مدة المشروع وإيش المنشآت المستهدفة في هذا المشروع بالضبط دكتور هي استراتيجية وطنية ممدتها ثلاث سنوات تبدأ من مارس 2023 إلى مارس 2025 المستهدفات أو المستشفات المستهدفة هي جميع المنشآت الصحية جميل واضح يا أخوي فايز طيب بالنسبة للهدف المخلصة النهائية لهذا المشروع هل تستهدفون مثلاً معدلات معينة في هذا النوع من العدوى؟ هل تستهدفون مثلاً عدد أحداث معينة لهذا المشروع؟ طيب هو هالمشروع هدفه الـ Reduction 50% لمعدلات الكاوتي الهدف والرات المستهدف هو 0.5% إذن الله أو أقل منه ممتاز جميل يا أخي فايز طيب إحنا عرفنا الكوشن حين وضحت لنا الصورة مشروع وطني مشروع استراتيجي ثلاث سنوات يتم من خلال تحقيق الهدف الكل كان فيه مع الكوشن كان فيه كلمة دائما تتردد مع الكوشن اللي هي C to C إيش مدى ارتباطها بالكوشن هل هي جزء منها هل هي ركيزة مركائز الكوشن ولا إيش بالضبط C to C هو معناه كوشن توكاوتي هو أحد ركاز استراتيجية الوطنية لخفض مدرات قصر البولية مبادرة منافسة جميع المنشآت الصحية مدة عشرة أشهر من مارس عشرين ثلاثة وعشرين إلى ديسمبر عشرين ثلاثة وعشرين ببداية دكتور اسمح لي أشكر جميع المنشآت الصحية اللي طلبت الانضمام في المنافسة ونبارك لمن تم قبولهم نعتذر بشدة لمن لم يستوفي معين القبول الله يعطيك العافية برضو نحن نشكر والله جميع المبادرين جميع المنشآت اللي يعني بادرت أنها تشارك في المشروع سواء القوغرين أو حتى المشروع الكوشن طيب أخوي فايز بالنسبة للمشاركة في هذه المنافسة هل أي منشآت سواء نختلف القطاعات حكومية القطاع الخاص هل تقدر تشارك أنها تشارك أو تقدم طلب لمشاركة في هذه المنافسة وإذا كان ممكن أنه نستعرض إيش هي شروط المشاركة يعني في هذه المنافسة بالنسبة للمنشآت الصحية جميع المنشآت الصحية حكومية خاصة قطاعات حكومية من غير زارة الصحة تستطيع أن تشارك في المنافسة المصاحبة الاستراتيجية الكوشن ضمن معايير تم الاتفاق عليها من ضمنها الكاوتي ريت الـ وعدد الحالات الكاوتي برضو عدد سررة المستشفى وعدد سررة العناية المركزة المستهدفة وهي الـ فيه برضو اللي هو رغبة المنشآت المشاركة من ضمن المعايير اللي أدرجت لآلية القبول جميل جدا جميل جدا الآن وضحت معنا جميع الشروط يعني أي منشآت يعني تحابة أنها تشارك في المنافسة زي ما ذكرها أخوي فايز طيب بالنسبة لل هل فيه يعني كم عدد الطلبات اللي استقبلتوها للمشاركة في هذه المنافسة هل فيه قبال شديد من منشآت سواء الحكومية أو تابع الوزارة الصحة أو حتى المنشآت الخاصة بالنسبة للعدد الطلبات تقريباً أكثر من 85 طلب فيه منها خاصة وفيه منها حكومية وفيه منها حكومية من غير وزارة الصحة جميل أعطيك العافية أخوي فايز فيه فيه سؤال اللي هو يعني كثير الناس تسأل فيه لما تجي تشارك في المنافسات أو المشاريع التابعة لوزارة الصحة أنه كيف آلية التقييم بعد ما تقدم المنشآة طلب مشاركة كيف حتكون آلية التقييم هل حتكون زيارات عسبي النساء زيارات ميدانية هلها تكون عن طريق جمع بيانات معينة عن طريق النظام كيف طريقة التقييم بشكل عام المستشفيات المشاركة راح يتم تقييمها من خلال متابعة الادخال الخاص بها عن طريق النظام حصن بلاس وراح يكون فيه التواصل مستمر ومتابعة طول فترة المنافسة برضو من ضمن الآلية راح يكون فيه زيارات تستهدف المستشفيات المشاركة وتقييمها راح يكون وفق آلية معينة وهو عبارة شكلست ثم اعداد اللي يكون قايدنس ودليل للمقيم في عناصر مختلفة تشمل عدة عناصر تسع عناصر تقريبا من ضمن التثقيف للمرضى وذويهم دواعي استخدام الصحية القصر البولية الممارسة الصحيحة التي تركيب القصر وصيانتها إلى آخر من وجهات نظرك أخي فايز إيش هي المحفزات أو الأشياء اللي ممكن أنها تحصل عليها المستشفيات من خلال مشاركة في هذه المنافسات سواء في القوغرين أو حتى في الكوشن يعني إيش الأشياء اللي بتحفز المستشفيات إنها تبادل وتقدم طلب المشاركة في المنافسة إيش المحصلة النهائية طبعا فيه محفز مباشر وغير مباشر الغير مباشر هو الفائدة اللي راح تضاف لمستشفيات ومشاركة من خلال تنفيذ ركائز الاستراتيجية بشكل صحيح اللي هي ثمان ركائز من ضمنها القيادة دور القيادة ودعمهم لقصها ومستهدفة وقسم مكافة تلاتي وتحديدا لأنه كل قياد يناجح يهم السمع الجيدة المنشأ اللي يعمل فيها بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق في المنشآت الصحية من خلال تفعيل التواصل effective communication طبعا مشروع كبير مثل الكوشن أو منافسة مثل C2C تحتاج تيم يعمل عليها ويتابعها ويراقب المعدلات الخاصة بالمنشآت الصحية ومن ثم يعد خط التصحية لتحقيق الهدف الاستراتيجية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الخاص بالمارسين الصحيين في مجال مكافة العدوى من خلال التدريب والتعليم الطبي ومستمر المصاحب للكوشن بشكل عام وC2C خاصة أضف أضف إلى ذلك الدعم أو التحفيز المباشر من خلال التكريم اللي راح يكون إن شاء الله نهاية عام أو نهاية المنافسة كلنا شفنا حفل Go Green الأسبوع الماضي كان برعاية معالي الوزير وكان له تكريم أو كان لهم استشفيات المشاركة جميعهم تكريم في أثناء المنافسة Go Green ممتاز جميل وهذا اللي عودونا عليه حقيقة قيادات الصحية من معالي الوزير ومساعد الوزير وقيادات الصحة الوقائية وساعدة المدير العام من كفحة العدوى المنشآت الصحية على الدعم الغير مستغرب حقيقة لمثل هذه المشاريع يعطيكم ألف عافية دكتور فيصل وأستاذ فايز على المعلومات القيمة اللي شاركتونا فيها اليوم الحين ممكن ننقل المساحة إلى حوار آخر أنه حنفتح المجال إن شاء الله لجميع الزملاء الحاضرين معنا اليوم سواء من منسوبين مكافحة العدوى أو حتى من جميع الممارسين الصحيين في مختلف الأقسام أنه هذه المساحة لكم ومنكم وإليكم يسعدنا حقيقة أنه تشاركونا بمداخلاتكم بالإجابة عن سفساركم فاللي حاب أنه يداخل معنا يطلب المايك ويعرب نفسه الحضور ويبدأ مشاركته ممكن أخوان في الكنترول إذا في أحد طالب المايك ممكن انصعده طيب على ما يكون في شخص يبيد داخل أنا ودي أشكر الجميع اللي قدم على المنافسة وممكن اليوم قبل لا أدخل المساحة كان فيه رسالة من شخص عزيز أنه ليش أنا رفضت في المنافسة وعزيز علينا كلنا والله وممكن حتى ما رديت عليه إلى الآن في الواتساب بالاعتذار فود أني اعتذر لها أمام الجميع ودنا والله بالجميع يكون معنا في أي منافسة تكون على مستوى الإدارة بس هي العدد محدود زي ما احنا عارفين ما نقول للجميع والجميع رح يكون معنا مشارك في الاستراتيجية وإحنا ما نبغى نقول أنه الاستراتيجية أقل أهمية من المنافسة الاستراتيجية هي أهم بكثير من المنافسة المنافسة هي أحدى ركائز الاستراتيجية فتنافسكم في الاستراتيجية كنسبة خفض المعدل بمقارنة بالسنوات الماضية هذه جزء مهم جدا فوجودكم معنا في الاستراتيجية وداعم لنا كلنا فأحب أعتذر من الجميع وبإذن الله نوعدكم في منافسات أفضل وأجمل وعلى مستويات أكبر بإذن الله في الفترات القادمة الله يعطيك العافية دكتور فيصل على المصارح اللي هو أمانة يعني نتمنى كل التوفيق لكل المستشفيات والمنشآت اللي شاركت سواء اللي حالفها الحظ أو اللي ما حالفها الحظ إن شاء الله يعني يكون لها النصيب الأكبر في المنافسات القادمة مدر الأخوان إذا في حد طيب الأخت مها عندك المايك السلام عليكم عليكم السلام أختمها تفضلي محمد مستشفى الأطوار خايل بسأل كاوتي أنا حاليا حسب ما اتبعت منكم إنها خاصة بالإي سيو ممتاز عندك أي تساؤلات أخرى ولا مجرد هالسؤال يعني كل المسلم في الورد كل الطالع من الوبراشن وفي الورد حتى لو هم معهم كثير مدخلي معنا في الموضوع بتعبنا نسيان السربيلنس السربيلنس حقنا العادي في الكريتيكال إيريا هي معنية بالباشن الكريتيكال إيريا لا الورد هذي الفكرة صح ممتاز يعني سؤالك إنه هل هي مشمولة بالإي سيو فقط طيب ممتاز واضح السؤال طيب الدكتور فيصل تفضل طيب بالنسبة البرنامج السربيلنس أو بالنسبة حتى الحسن بلس هو حسن بلس يتابع جميع المرضى المنومين في العناية المركزة من تاريخ دخولهم إلى تاريخ خروجهم جميع الديفايسيز المركبة عليهم خلال فترة مكوتهم في العناية المركزة فأي أي منافسة أو أي استراتيجية هي معنية بالمرضى المنومين في العناية المركزة وخاصة في الميديكال سيرجيكال آي سيو ممتاز يعطيك العافية دكتور فيصل ويعطيك العافية لأخت مهة على سؤالك نتمنى أن الإجابة كانت واضحة بالنسبة لك طيب إذا الأخت ماها ما عندها سؤال ثاني ممكن ناخذ مداخلات من الإخوان الباقيين حياك الله أخوي عادل العنزي عليكم السلام وعط الله أرساكم بكل خير طبعا في البداية شاكركم متاحة الفرصة للسؤال ونشكركم على العمل الرائع والأكثر من الرائع اللي أنتم قاعدين تقومون فيه يلا يكتب أجركم عن سؤالي هو أنتم يعني ليش اخترتون العدوى المرتبطة بالقصدر البولية يعني مثلا ليش ما هو اللي هو العدوى المرتبطة اللي خلناكم تختارون اللي هو العدوى المرتبطة بالقصدر البولية هذا سؤال أنا أعطيك العافية واضح فترك الله يعطيك ألف عافية أخوي فايز السؤال هو عن سلب اختيار الكاوتي أو العدوى المرتبطة بالقصدر البولية في مشروع الكاوشن أخوي عادل الكاوتي بعد مراجعة الداتا الخاصة بالسرفيلنس اتضح أنه فيه ارتفاع مقارنة بالعام الماضي هذا واحد اثنين لو نرجع لل CDC data من last published اتضح أنه فيه ارتفاع في معادلات الكاوتي بنسبة 30% مقارنة باقي العدو المرتبط بالرعاية الصحية وتعتبر الكاوتي هي الأكثر شيوعا مقارنة باقي الـ HAIs عشان كذا تحتاج انترفنشن كان فيه مهمة عمل في الطائف وراجع وما شاء الله مستمع لنا فأعطيك العافية على الاستماع والمدافع الله يعطي العافية صلاحا ولا هي غريبة على أبو تركي الله يعطي العافية ناخذ بعد معنا أخونا العزيز دكتور مطلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الله مساءكم جميعا وكل خير شكرا جزيلا على هذه المساحة المسرية وعلى الجهود الكبيرة التي تقومها في الدارة العامة زملانا الكرام سؤالي الله يحفظكم عن الانكلوجين كريتيريا في المنافسة في الـ C2C هل فيها اختلاف عن الانكلوجين كريتيريا التي كان معمول بها في الـ Go Green وإذا كان فيه اختلاف ما هي هذا السبب شكرا جزيلا واضح سؤالك الله يعطيك العافية دكتور مطلق أخوي فايز السؤال أخوي مطلق أنه الانكلوجين كريتيريا بالنسبة للمشروع الـ C2C ما هي الانكلوجين كريتيريا يمكن ذكرتها في مقدمة المساحة ولكن يحب أن نعيدها على عجان صحيح شكرا أخوي مطلق دكتور مطلق بالنسبة الانكلوجين الكريتيريا منها مهدلات الكاوتي كريت ومعدل استخدام الجهاز القسطر البولية عدد حالات الكاوتي في المنشاة الصحية من ضمنها برضو رغبة المنشاة الصحية في الانضمام المنافسة من ضمنها عدد الأسرة المنشاة الصحية وعدد الأسرة في الـ 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 ممكن إذا تسمع لدكتور محمد أنا أتكلم أتكلم على الجهاز الثاني التي تكلم فيه دكتور مطلق هل كان فيه اختلاف الكريتيريا بين الـ جو غرين والـ C2C طبعا ممكن في جو غرين لأنها كان أول منافسة على مستوى الإدارة العام ومكافة عدد المشاة الصحية كان فيه عدم أقبال كبير زي C2C وهذا ما يدل لنا على نجاح الجو غرين والله الحمد وممكن جو غرين كنا نحاول أنه يتارجت الـ هاسبتل اللي عندهم هاي ريت هاي نمبر فكان نوعا ما فيه اختلاف نعم بين الجو غرين والـ C2C ولله الحمد كان هدفنا أنه المستشفى هي مبادر مو إحنا اللي نختارها أو أنه نحاول أنها تكون معنا في المنافسة فأنا نشوف هذا يدل على الحمد لله نجاح للمنافسة الأولى وبإذن الله نفسي C2C تكون أفضل ويمكن الوعي يكون أفضل وتغير النسبة السابقا والوقت الحالي يعطيك العافية على المداخلة دكتور فيصل والتوضيح ودنا أمانة أن نستقبل أكبر عدد يعني من الإخوان الرغبين اللي عنده تساؤل اللي حاب أنه يعني نجيب عليه هذه فرصة صراحة أنه يعني من خلال هالمساحة أننا نتبادل المعلومات نتبادل الخبرات نستقبل كل الملاحظات سواء على المشاريع القائمة أو المشاريع السابقة أو المشاريع المستقبلية طيب أنا معانا اليوم الدكتور متحب حياك الله يا دكتور متحب السلام عليكم أسعد الله مساكم بكل خير الله أعطيكم العافية جميعا والله يكتب لكم الأجر في هذا المشروع استفساري بخصوص إيش المطلوب منك كمدريات في هذا المشروع المهام اللي موكلة لنا في في المساعدة على إنجاح هذا المشروع بإذن الله ممتاز واضح سؤالك دكتور متعب دكتور فيصل بالنسبة للعمل المديريات في مثل هذه المشاريع بالنسبة للمديريات هم الدعم الأساسي للمستشفات التابعة لهم يمكن دائما نقول دعم المعنوي التحفيز المتابعة رفع رفع الوف الممارسين الصحيين طبعاً دور كبير يعني يقوم في إخواننا الموجودين في المديريات من المنسقي برنامج الترصد ومدرام مكافذة العدوى بشكل أكبر فدورهم كبير من أهم الأشياء اللي لازم تكون يعني موجودة في الاستراتيجية أو في C2C هو الدعم بشكل كامل من ناحية السبلاي المام باور الاحتياجات الموجودة الدورات التدريبية المتابعة الدورية في حال كان عندهم ارتفاع الزيارات الميدانية عمل التقارير الداعمة لهم فهذه كلها من الأشياء اللي تدعم المستشفيات من قبل المديريات الشوصية الله يعطيكم العافية دكتور متعب ودكتور فيصل على مشاركتكم حقيقة مستمريين في استقبال الطلبات واستقبال المداخلات من الحضور اسمح لي دكتور محمد في سؤال في أحد التغريدات يسأل عن C2C وش تعني C2C هو اختصار للحوش كاوتي وهو أحد ركايز الاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات القصر البولية هي منافسة مدتها عشرة أشهر مصاحبة للكوشن ستراتيجي الفترة الخاصة بالكوشن ستراتيجي ثلاث سنوات بينما C2C مبادرة منافسة جميع المنشآت الصحية لمدة عشرة أشهر يعطيك العافية خوي فاي إذا اكتبهت للتكست لحق التويتر طيب مستمرين إنه إذا كان في أحد عنده مداخرة عنده استفسارات حول المشاريع أو حول البرنامج بشكل عام برنامج ترصد لعدوى المنشآت الصحية إذا ممكن الكنترول بس إنه نزل الأخوان اللي خلصوا المداخلة عشان نتيح الفرصة بعاد للبقية إنه يتداخل معنا طيب في طلب من الدكتور محمد من لباري حياك الله يا دكتور محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا دكتور بساكم الله بالخير دكتور محمد دكتور فكر صالح أتمنى كل أنصوات واضح بساكم الله بالخير جميع الحاضرين معاكم دكتور محمد نيسر مدير مكعفة سعادة وفتجمع صحيح مكة مكرمة اولا شكرا جزيلا على ترتيب هذا اللقاء المستجد جدا حقيقة كان عندي سؤالة كثيرة ويزاكم الله خير خلال الحوار تم اضاحة جميعا فقط باقي عدي سؤال في ذنباب الفضول اللي هو ايش ممكن هي تكون تحديات اللي ممكن تواجهها المنشأ لداخل الاستراتيجية او حتى المنافسة ستي تو سين خلنا نقول عشان نكون تلافي هذه التحديات بناء على تجربة سابقة في سيارة ريست والجو غريد تمام مثلا مثلا من ناحية الفاليديشن اوف ريبورتينج والهاتش اي اي ريز الفاليديشن اوف ريبورتينج ان الواحد يكون والله يشخص الحالات يكون عندها غريات الحقيقية فعلا بحيث ان يتخفض ويتنجح الاستراتيجية في المنشأة شكرا جزيلا لكم يعطيك العافية اخوي الدكتور محمد على سؤالك ممكن يفيدنا الدكتور فيصل بحكم ادارة البرنامج وتجربة سابقة اللي حصلت في القوغرين عن تساؤل الدكتور محمد عن ابرز التحديات اللي ممكن تواجهها المنشأات الصحية في مثل هذه المشاريع او حتى في المنافسات فيها تهاون يعني في الرعاية الطبية للمريض طبعا زي ما احنا عارفين خطأ بسيط يمكن يعمل الممارس الصحي اللي هو هاندهيجي ما يسويه قبل الرعاية الطبية قد تؤدي الى افنت للمريض عدم لبسه للبي بي اي او انتقاله من المريض الى مريض قد تؤدي الى افنت للمريض عدم استخدام الكلوروهكسادين في في الانسيرشن او حتى في المنتنس قد تؤدي الى افنت للمريض هذه كلها لازم تكون واضحة الممارس ويكون على دراية كاملة لازم كل ممارس يكون عنده كمبيتنسي قبل بدأ بالعمل في العناية مركزة وهذا للأسف كانت من اكبر التحديات الموجودة في جميع المستشفيات انه جميع العاملين في العناية مركزة ما لهم اي كمبيتنسي خلال عملهم في العناية مركزة لازم يكون عنده كمبيتنسي على السنترلاني كمبيتنسي على الكاثيتر كمبيتنسي على الفنتليشن فكلها من العوامل اللي تكون سبب النجاح اي استراتيجية او منافسة لخفض معدلات العدوى في العناية مركزة طبعا دور الأطباء الموجودين في العناية مركزة من الاجباليتي دكتورز من هو دكتور اللي الاجبال تو ميك السنترلاني من الطبيب اللي الاجبال انه تريموف السنترلاني طبعا من أهم الأشياء اللي خاصة في الكوشن اللي هو استخدام الكاثيتر يعني هي من أهم الأشياء الموجودة في البندل اللي هي ريموف النسيس الكاثيتر تمام فمتابعتها بشكل يومي من رئيس القسم الشخص المؤهل في العناية مركزة حتى من الانفكشن كنترول لما يكون عندي اليوتاليزيشن ريشو مرتفع وللأسف هذا من الأشياء اللي ممكن من القابة أناليسس اللي لاحظناها خلال عمل الكوشن هي أنه اليوتاليزيشن ريشو مرتفع جدا في جميع مستشفيات المملكة فتصل إلى 80% 75% من المرضى المنومين في العناية مركزة مركب عليهم كاثيتر هل هي نسيسري كاثيتر للمريض أو هي فقط الطبيب يكون ما يبغى يشيلها فلازم تكون فيه متابعة من الانفكشن كنترول ترفع بشكل شهري زي ما المعدل يرفع بشكل شهري للعناية مركزة لازم يكون فيه دسكشن بين الانفكشن كنترول وال الطبال موجودين في العناية مركزة على ليش ارتفاع الاستخدام الكاثيتر في العناية مركزة كيف نقل الاستخدام الكاثيتر في العناية مركزة بحيث أنه يقل معه معدل عدوى في العناية مركزة فهذه من أهم الأشياء والتحديات اللي راح تواجهكم خاصة في العناية مركزة مهم جدا أنه تريموف النسيسري كاثيتر في العناية مركزة ومتابعتها بشكل يومي من قبل الرئيس والأطبال المعالجين للمريض وأقسام مكافة العدو يعطيك العافية دكتور فيسر على الإجابة تفضل دكتور محمد عندك مداخن استاذ فائز خاصة ضيفة على بعض التهديات اللي ممكن تواجه C2C والكوش بشكل عام أول ركيزة هي ركيزة leadership والgovernance القيادة ودعم القيادة ودورها كبير في نجاح أي مشروع على مستوى المنشاة الصحية إذا فيه تبني من قبل القيادة ودعم ومكيجمنت في المشروع صدقني كل الأمور رح تمشي بكل بساطة تبني القيادة للإستراتيجية ولمنافسة بشكل خاص يعطي روح التنافس وروح الفريق الواحد في المنشاة الصحية وممكن شاهدنا الشيء هذا في أحد المنشاة الصحية المشاركة في جوغرين بعد ما صار فيه التكريم صار فيه ريووردينج وموتيفيشنز على مستوى اليونتز اللي كان عليها أوفرلود في الاستراتيجية السيارة رأس تحديداً في الإنيتيتفز المصاحبة لها الجوغرين هذا واحد اثنين تبني القيادة وتسهيلها في نشر ثقافة المشاريع التحسينية على مستوى المنشاة الصحية المشاريع التحسينية مصاحبة لها خطة تصحية كثيرة على مستوى الشخص على مستوى اليونت على مستوى القسم على مستوى المنشاة بشكل عام من خلال التي تتخذ سيكون هناك بشكل مباشر وغير مباشر سينعكس إجابة على على الـ على الممارسين الصحيين على الممارسين الصحيين بشكل عام هذه حبة تضيفها الله يعطيك العافية دكتوريا السيد فايز بالمناسبة حتى كان في منافسة القوغرين كان في قصة مماثلة مجمع الملك فيصل الطبي بالطايف حقيقة اللي نفخر بالقسم مكافحة العدوى وجميع الممارسين الصحيين في اقسام العناية اللي قدروا فعلاً يتغلبوا على كل التحديات اللي واجهتهم وفي الأخير كانوا هم الوينر في نهاية المنافسة يعني هذه التحديات قد نواجهها في جميع المجالات في جميع المشاريع في المجال الصحي ولكن احنا دورنا كممارسين مكافحة عدوى ودورنا كممارسين صحيين بشكل عام إننا نحاول نوظف هذه المبادرات وهذه المشاريع الوطنية في تخطي مثل هذه التحديات على زي ما ذكر أخوي فايز أنه مثلاً التحديات التي تواجهنا في الليدرشيب التحديات التي تواجهنا في الإمداد تتحدث كلها هذه ممكن أن نستغل المشاريع اللي زي كده في التغلب عليها أتمنى إن شاء الله أنه دكتور محمد كان الإجابة على سؤالك بشكل واضح والله يعطيك العافية على المشاركة طيب إذا ما في مداخلة دكتور محمد ممكن نشوف الأخت مها بس أتوقع أنه انتهت من المشاركة إذا في أي حد من الأخوان بعد عنده استفسارات أو تساؤلات عن البرنامج بشكل عام وعن المشاريع اللي تخص الترصد الوبائي للعدو المرتبطة بالرعاية الصحية بس دكتور حبيت أذكر إذا تسمح لي بالنسبة للكوشن في هوم بيج خاص بالوبسايت الخاص بال gdibc.ca في كل تفاصيل الكوشن كاستراتيجية كأهداف رؤية رسالة guidelines للممارسين الصحيين tools للمانترنس والإنسيرشن والإدهيرنس والسابلاي وفيه برضو روابط تعليمية تطقيفية تساعد ممارسين الصحيين لتحقيق أهداف استراتيجية والوصول إلى معدلات مرضية في الكاوتي يمكن من خلال موقع gdibc gdibc.ca خانة أو قسم surveillance كليك عليها راح يكون فيه two windows windows خاص بالCRRS والثاني خاص بال الوصول لتكريم جميع المنشآت المشاركة مو بس المشتشفيات الفائزة تشريف معالي الوزير برعاية الحفل وتشريف أصحاب السعادة من القيادين الصحيين بالوزارة هذا كل دلالة على تقدير الجهود المبدولة في المنشآت الصحية سواء من ممارسين كافحة العدوى أو من ممارسين في المواقع المستهدفة سواء العنايات الحرجة داخل المنشآت الصحية هذه كلها أمانة من المحفزات اللي نفخر فيها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإدارة وعلى جميع المستويات حقيقة في مكافحة العدوى طيب ممكن نشوف إذا في مداخلات تانية من الأخوان أنا ودي والله الكل يشارك يعني هذا الوقت كله مخصص لكم ويعني الموضوع فيه أريحية في الطرح وأريحية في الإجابة كمان طيب الأخوان في الكنترول في أحد طالب المايك أمانة ما نبغى نطيل عليكم كثير عساس ما تكون المساحة مملة بس نتمنى إن شاء الله أنه كل المعلومات وكل الأشياء اللي قدمت من خلال هالمساحة أنها وصلت يعني بطريقة سلسة ووصلت لجميع الممارسين الصحيين الحاضرين معنا من جميع المنشآت الصحية حقيقة ما أدري إذا في أحد الكنترول إذا في أحد طالب المداخلة طيب في حال إذا كان زي ما ذكر أخوي فايز حقيقة في موقع الإدارة العامة المكافحة العدوة الموقع الإلكتروني مليء صراحة بالمستندات وبالأدلة الإرشادية المفيدة للجميع المنشآت الصحية يعني بالإمكان أصبحت الآن الأكسس عليها جدا سهل مجرد أنه نفتح الويب سايت نحمل كل الدوكيمنت اللازمة مفصلة تفصيل جدا رائع فيهم جميع المحتويات سواء الكتابية سواء المحاضرات المرئية سواء الخطط الاستراتيجية كلها موجودة ويعني الله يعطيهم العافية الأخوان القايمين بالموقع يعني عملوا جهد كبير لتوصيل مثل هذه المعلومات وهذه المستندات الجميع الممارسين الصحيين في مكافحة العدوة في مختلف أنحاء المملكة فأنا أدعوكم باسمي باسم الإدارة العام أنه يعني نحاول نستفيد بأكبر قدر ممكن من من الموقع الإلكتروني ومن المعلومات والمستندات الموجودة فيه طيب إذا كان ما فيه أي مداخلات أنا ودي لنا نختم اليوم مع الدكتور فيصل والستاذ فايز وحكم النمضيوفنا أنا ودي برسالة من القلب للقلب من الدكتور فيصل للممارسين مكافحة العدوى ومن أخونا فايز للممارسين الصحيين الآخرين في مختلف الأقسام أول شي أعطيكم معاهة جميعا على الحضور والاستماع وإن شاء الله يكون يعني مساحة خفيفة وأمسية خفيفة عليكم جميعا رسالتي للجميع ممارسين الصحيين يعني العدوى هذه أو العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية هي الـ KPI الأساسي للعمل اللي قاعدين نقوم فيه فمهم جدا أنه يكون متابعة بشكل دوري الاهتمام فيه لخفض المعدلات فرسالتي أنه اعتبر أنه المعدل هذا هو الشيء الأساسي لتقييم عملك في المديرية في المستشفى في أقسام أو التجمعات فأتمنى أنه نقدر نصل إلى معدلات منخفضة عالميا نتباهى فيها في جميع المؤتمرات أنه إحنا قدرنا نصل إلى معدلات منخفضة جدا أعتبر العدوى هذه قد تصب أحد أفراد الأسرة فهي مهمتنا جميعا لخفضها وعمل كنترول عليها بالاستراتيجيات أو بدون استراتيجية يعني باستراتيجية وطنية أو بدون استراتيجية وطنية هي لازم تكون شيء أساسي في عملنا اليومي فشكرا لكم من القلب على عملكم خلال الفترة الماضية وبإذن الله متطلعين لعمل أفضل خلال كوشين وC2C واستكمالا للاستراتيجية وطنية للخفض معدلات العدوى المتبطة بالقسطرة الدموية خلال السنتين القادمة وبإذن الله نراكم في أمسيات أخرى لاستراتيجية لاستراتيجية أخرى على مستوى وطني بإذن الله شكرا لكم على استماعكم وأعطيكم ألف عافية السلام عليكم إذا تسمح لي أخوي محمد أخوي محمد بعد إذن إذا تسمحنا اليوم إحنا سعيدين بوجود أخوي دكتور عبداللطيف وشكرا لكم صراحة على ما أضفته فيه الزملاء فيما يخص هذا المشروع الوطني الطموح اللي جميعنا نفخر فيه اللي هم من ضمن المشاريع الدائمة والمستمرة بإذن الله اللي إحنا نفتخر فيها كم سمية وكافة عدواء يسعدنا بعد إذنكم أن نختم مساحاتنا اليوم إذا تسمح لي دكتور محمد مع دكتور عبداللطيف يشرفنا وجودك اليوم معنا وتفضل لك المايك الله يحفظك شكرا جزيلا دكتور بمجيد الله أعطيك الصحة والعافية وأشكركم بصراحة على هذا الامس سعيد جدا بالشيء اللي قاعد أشوف يعني مكافأة العدوى مهيمنة في أشياء كثيرة وماشاء الله نشاطاتكم وإسهاماتكم وعطاءاتكم مميزة الشيء اللي قاعدين نشوفها منكم قاعدين نفخر الدرجة قاعدين نقول إحنا جزء من مكافأة العدوى وإحنا كذلك أنتم منحتونا فرصة أن يكون قريبين منكم قريبين من الأشياء اللي قاعدين تعملونها والهدف الأسنى والأهم اللي هو سلامة الممارس وسلامة المريض على حد سواء تعملون ما شاء الله لقاءات وأمسيات وتعملون مساحات وتعملون مؤتمرات أشياء تثرج الصدر بصراحة يعني إحنا سعيدين بما نرى وسعيدين بما تعملوها أنا كنت يعني أشاهد عن قرب الأشياء اللي قاعدة تعمل من عندكم وقاعدة أشوف أشياء مرة مميز عمس كنا في معتمر الطائف الثاني في مكافحة العدوى دكتور عادل كان يشرح الآيكة بشكل مميز الناس الموجودين من قضاعات أخرى كانوا ممسوطين بني قاعدين يسنونه دكتور ناصر الشريك لما جلست أتكلم معاه ودردش معاه يقولنا أنا في الزيارات اللي أروح لها الميدانية للمستشفيات لما أجد مكافحة العدوى معنا في الزيارات أجدهم يتكلمون بلغة مهنية حرفية وبأرقام وبأشياء يمكن نجهنها كثيرا وتعلمونها أكثر مننا ولكن هي ما تجعل لمكافحة العدوى الوجود الكامل أتذكر تقريبا 2013 14 وإحنا في زيارات السباهي كنا نقول لهم وين مكافحة العدوى في الهيكل التنظيمي إذا وجدناها عن منأة بعيدة عن القيادة عن مدير المستشفى مباشرة نقول أنتم خربانين كمستشفى ما تقدرون تسويوا شيء اليوم فعلا اللي قاعدين نشوفه قدرات رائعة شباب سعوديين مميزين وانا هو بكسورا في جميع الزمن الكرام في جميع بلدان العربية واللي كذلك حاضرين من الأجانب معانا كلهم يعني يعطون أشياء مميزة في مكافحة العدوى شكرا لكم من القلب وشكرا للدكتور خالد العنزي على تبني هذا الشيء وأعظم الشكر للوكيل المزارة للصحة العامة على دعمه لكم نحن بالوكالة العلاجية في الإدارة العامة المستشفيات في برنامج وازن في كل ما نحمل من ممكنات ملكا لكم فأي شيء تحتاجونه وتحت أمركم معكم شكرا جزيلا على إيطاحة الحرص الله أعطيكم الصح والعافية الله يعطيك العافية دكتور عبدالطيف على كلامك المحفز وعلى دعمك وعلى تواجدك معنا اليوم في هالمساحة شاكرين ومقدرين وقتكم الثمين وتواضعكم بهالمداخلة أخوي نختم برسالة أخوي فايز رسالة موجهة من القلب لجميع الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية يطيك العافية دكتور وحبيت أشكر الدكتور عبدالطيف على كلامنا الطيب وعلى تشريفه لنا في مساحتنا اليوم رسالتي للممارسين الصحيين أنه بكم ومعكم إن شاء الله يتحقق كل شيء هم أساس النجاح في كل مبادرة أو كل مشروع يطلق من القيادات ومن القادة ندرك دوركم واثقين فيكم نعتمد على الله فهم عليكم في تحقيق أهدافنا ومشاريعنا على المستوى الوطني شكرا لكم من القلب الله يعطيكم العافية جميعا في لحظة الختام في ختام هالأمسية الجميلة حقيقة شكرا شكرا جزيلا لعجميع الحضور وعلى جميع التفاعل اللي كان قبل المساحة وأثناء المساحة وحقيقة إننا نرحب بجميع الأفكار وجميع الملاحظات لتطوير مثل هذه المساحات أو حتى في اختيار المواضيع اللي تحسون بأهميتها إننا نتحدث عنها بشكل مستمر أو إننا نطرحها للنقاش فيما بيننا من خلال هذه المساحات سعدنا بلقائكم اليوم ونتطلع إلى لقائكم بمساحات أخرى متجددة ومتنوعة حياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا